اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقاط ذات حجم كبير حتى يتم التركيز عليها وزيادة الانتباه ثم نقطة بداية هيا نطبق معا علينا ان نرسم خط هنا بهذا الشكل ثم خط اخر كما نرى كما تعلمنا سابقا ان هذا خط مائل وخط مائل الى الجه اليمنى وخط مائل الى الجه اليسرى وخط افقي بهذا نكون قد كونا حرف A مرة اخرى حباء الطلبة خط مائل ثم خط مائل اخر والان خط افقي سوف يصبح لدينا حرف A احسنتم هذا كابتل والان ننتقل الى حرف A علينا ان نرسم دائرة كما تعلمنا سابقا رسم الاشكال الهندسية علينا رسم دائرة احسنتم ثم رسم خط عمودي كما نرى فقد اصبح حرف A ولكن هيا ننتقل الى حرف B خط عمودي هنا احسنتم والان من الخطوط المنحنية التي تعلمنا رسمها علينا رسم خط منحني احسنتم والان خط منحني اخر بهذا تكون قد كونا حرف B مرة اخرى احباء الطلبة خط عمودي ثم خط منحني احسنتم وخط منحني اخر نكون خط كونا حرف B تتبعا للنقاط وهنا حرف B خط عمودي احسنتم والان ماذا علينا الرسم هنا احباء الطلبة من الاشكال الهندسية دائرة علينا الرسم دائرة وتتبع النقاط سيصبح لدينا حرف B احسنتم وبهذا نكون قد انهينا التنقيط على الحروب الانجليزية والان ننتقل احباء الطلبة الى التنقيط على الحروب العربية مثلا يوجد لدينا ما هو هذا الحرف احباء الطلبة انظروا جيدا ما هو هذا الحرف انه حرف Meme علينا الان تتبع النقاط ماذا علينا ان نفعل هنا نرسم دائرة كما نرى هنا احسنتم ثم نرسم خط افقي بهذا الشكل ثم خط عمودي تصبح لدينا Meme ونطبق هنا مرة اخرى دائرة ثم خط افقي ثم خط عمودي يصبح لدينا حرف Meme احسنتم ما هو هذا الحرف احبة الطلبة كما نرى في هذا الشكل انه حرف F احسنتم والان ماذا علينا ان نفعل علينا ان نرسم دائرة على الخطوط المنقطة كما نرى هنا هيا نرسم دائرة حبة الطلبة احسنتم والان خط منحني انظروا لهذا الشكل انه خط منحني هيا نرسم احسنتم والان ماذا بقي لدينا النقطة حتى تصبح F فاصبحت الآن حرف F هيا نطبق مرة اخرى هنا نرسم دائرة احسنتم ثم خط منحني احسنتم احبتي واخيرا النقطة يصبح لدينا حرف F احسنتم والان ننتقل الى تمرين اخر وهو تمرين النسخ هيا احبة الطلبة نطبق معا انظروا هنا يوجد لدينا حرف F هيا عزيز الطالب نمسك القلم بشكل صحيح ونكتب حرف F كما هو مبين لدينا نرسم دائرة ثم خط ثم نقطة احسنتم بهذا يكون حرف F وهنا احبة الطلبة علينا رسم حرف A ماذا كما تعلمنا خط مائل الى الجهة اليمنى ثم خط مائل الى الجهة اليسرى واخيرا خط افقي من الوسط يصبح لدينا حرف A احسنتم وهذا الحرف ما هو هذا الحرف احبة الطلبة انه حرف B نرسم خط عمودي ثم نرسم دائرة يصبح لدينا حرف B احسنتم ما هو هذا الحرف حرف B والان عزيز الطالب اطلب منك الان ان ترسم حرف F او تكتب حرف F هيا عزيز الطالب كما تعلمنا دائرة ثم خط منحني واخيرا النقطة احسنتم هذا حرف F مرة اخرى هيا عزيز الطالب ارسم حرف F كما تعلمنا دائرة ثم خط منحني واخيرا النقطة هذا هو حرف F الان ننتقل الى تمرين اخر وهو رسم الارقام على النقاط انظر عزيز الطالب الى النموذج امامنا يوجد لدينا هنا أرقام وهي هذه أول الطرق لتعلم كيفية رسم أو كتابة الأرقام علينا أن نرسم رقم واحد كما هو مبين لدينا هنا بداية نبدأ من النقطة نقطة البداية والآن نبدأ برسم خط منحني انظر عزيزي الطالب ثم خط عامودي أحسنتم بهذا نكون قد شكلنا رقم واحد أحسنتم والآن رقم اثنان خط منحني أحسنتم والآن خط أفقي أحسنتم نكون قد رسمنا رقم اثنان والآن ثلاثة كما نرى هنا نقطة البداية نبدأ من هنا نضع القلم من هنا أحبة الطالب ونبدأ برسم رقم ثلاثة نصف دائرة أو خط منحني والآن خط منحني آخر أحسنتم هذا تكون قد رسمنا شكل أو رقم ثلاثة أربعة خط مائل كما نرى أحبة الطلبة ثم خط أفقي وأخيرا خط عمودي أحسنتم خط مائل ثم خط أفقي وأخيرا خط عمودي أحسنتم وهنا عزيزي الطالب خط أفقي ثم خط مائل قليلا وأخيرا نصف دائرة أحسنتم هذا هو رقم خمسة أحسنتم أعزائي الطلاب والآن عزيزي الطالب علينا أن ننسخ كما هو مبين لدينا ما هو هذا الرقم عزيزي الطالب؟ انظر جيدا ما هو هذا الرقم؟ انه رقم اثنان سوف ننسخه داخل حيز حتى يتم رسم رقم اثنان بخط صغير ومرتب هيا نطبق معا بداية علينا رسم خط منحني بهذا الشكل وأخيرا علينا رسم خط أفقي أحسنتم هذا هو رقم اثنان والآن عزيزي الطالب علينا رسم رقم خمسة كما تعلمنا خط أفقي ثم خط مائل قليلا وأخيرا نصف دائرة أحسنتم خط أفقي وثم خط مائل قليلا وأخيرا نصف دائرة وبهذا نكون عزيزي الطالب قد تعلمنا كيفية النسخ من نموذج وهو نموذج الأرقام كما هو مبين لنا والآن ننتقل إلى تمرين آخر وهو عزيزي الطالب تريدك أن تمسك قلم وورقة وتكتب الآن رقم ثلاثة كما تعلمنا علينا رسم نصف دائرة بهذا الشكل ثم رسم نصف دائرة أخرى ويصبح لدينا الآن رقم ثلاثة كما هو مبين مرة أخرى علينا رسم نصف دائرة ثم نصف دائرة أخرى يصبح لدينا رقم ثلاثة أحسنتم وبهذا نكون قد أنهينا اليوم كيفية كتابة الحروف والأرقام بداية بتعرف على الحروف والأرقام عن طريق الرسم على الرمل أو بالمعجون أو معجون الحلاقة وتعلم التتبع على النقاط ثم النسخ وأخيرا الكتابة عند الطلب وإلى اللقاء في تمرين آخر من قسم العلاج الوظيفي ترجمة نانسي قنقر